دكتور علي البعض تتصور إن الأمر أمر اهتافه وهايف وده ما يخلكوش تبعده عن تصلية الضوء على الأحداث والمجريات في غزة وتشغلوا الناس بكلام عن النجوم وعن هؤلاء المشعوذين والنصابين وما إلى غير ذلك والحقيقة الذي جعلنا نفتح هذا الموضوع هو إن كثير من الناس للأسف ينتظر مثل هذه اللقاءات بشكل سنوي اللقاءات موسمية وبعضهم يتابع هذا الأمر في الجرائد ومجلات كحظة كليوم وأيضا عن الإنترنت لدرجة أن كثير منهم أصبح الآن لديه ثقافة عالية جدا إن جزء بالتعبير لأنه يبقى ثقافة يعني في مثل هذه الأبراج وأصبح هو نفسه يفتي الآخرين في نوعية هذه الأبراج كثير من البنات من الممكن أنها ترفض عريس لمجرد أنه برجه مختلف عن برجها وأن البرجين لا يتوافقان وكثير من الناس من الممكن يتشاءم لمجرد قراءة حظك اليوم في الجرائد يتشاءم من اليوم كله أو يتشاءم مما هو آت هذا الأمر كيف ترسله في الواقع من خلال تخصصك؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والله ومصلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة عندنا مجموعة من الطرابات الشخصية ودي بتكون في دولاب كل شخصية البني قدمين حاجة اسمها الشخصية الارتيابية الشخصية الشكاكة الشخصية دي تبقى قلقة جدا وعندها حجم التوقعات عالي جدا يعني حجم التوقعات عالي جدا مجرد ما تقوله شكلك مصفر ليه فعلى طول انت شفت ان انا تعبان انت شفت ان انا مريض فيخش بها في توقعات مرضية لذاته نعم تمام خد من ده ان الشخصية البرانوية دي أو التبقعية دي موجودة كتير جدا عند السيدات والنساء فهو لما يقول لها خبر سويه بقى تقولك اه هيتجوز عليها اه هيخني فده موجود جدا فما بين القلق والظن للقلق واحداث الظنيات دي تلاقي كتير جدا من بعض تفكير النساء موجود فيها وموجودة بكترة جدا فده اللي بيخليها تذهب علشان تدور على تهديئة المخاوف اللي عندها وفي طرق كتير جدا تهدي بها المخاوف والقلق اللي موجودة عندها من غير ما تروح تشوف ايه الابراج او ايه اللي موجود في الابراج او تجوز وتطلق بودان على الابراج او تحكم على جوازها ان يستمر او تتشاء من اليوم او المدى القادمة بمجرد الظنيات والظن وإساءة الظن والتوقع اللي بنسميه التوقع السلبي جدا وده موجود للأسف بواقع خطير جدا فبالتالي الموضوع مهم الموضوع مهم لان انت بتتكلم عن شريحة جبيرة جدا في المجتمع اول ما بيشوفوا هذه الظاهرة وهي ما بيش الظاهرة اصبحت واقع للأسف اول ما يرى على الشاشات الكبرى والبرامج الموجودة للأسف تفرض لهم ساعات طوال بالضبط وإعلانات وتمويل إعلاني للأسف يعني فيبدأ هو يدى يصير حافزته لان هو في الأساس كان من الأحرى ومن الأفضل انه يعالج المخاوف اللي موجودة عنده بالتوقعات السلبية اللي موجودة عن المستقبل خوفوا الزريع عن المستقبل وأحداث المستقبل طيب هل حد لو وإن على فرضية ودي فرضية منطقية عرفت إيه اللي يحصل بكرة هتعمل إيه؟ يعني عرفت إن حظك مهبب ومنايل بستين يلة إيه اللي هتعمله؟ يعني عرفت كده إيه اللي هتعمله؟ اضطرت أتستسلم وأتفشل وبالعكس ممكن ما يكونش كده خالص ممكن يكون الدنيا كويسة والحياة كويسة والحياة أفضل لذلك مأمورين بالتفاؤل وليست بالتشاؤم مأمورين بالنظرة إيجابية للحياة مأمورين بالنظرة التفاؤلية لبكرة لكن أنت كده بتحط نفسك تحت حظيرة الشيطان والأفكار العدونية عن نفسك أنت حتى كمان مهاراتك العادية اللي بتستخدمها في معرفتك في إنك تفكر في إنك تشتغل في إنك تنتج في إنك حتى تتعلم أنا شايف السنة دي هتقول كده مرة أحدى أنت في أي سنة من الدرس لأنا شايف السنة دي سنة بقص علي ومش هعرف أجيب مجموعة أو مش هحصل مجموعة فدي نوع من الاستسلام نوع من اليأس وتمكين اليأس ومن الواضح انتشار المنجمين والناس المعنية بالفلك وهو زي ما أنت أشرت هو ما فيش تخصص بيدرس التخصص ده تأثير زي ما الضف العزيز قال إن ما فيش حد بيدرس تأثير الفلك أو تأثير الحركة الفلكية على مستقبلك على حظك على توقعاتك ما فيش موجود فيها خالص ده هو حتى تأثير الفلكة على المناخ عموما ده واقع لأنه داعه حاجة فيزيائية حاجة محسوبة ورقمية موجودة والمنهج الديكارتي في دراسة العلوم الحسابية والمنطقية رصدها بالتجربة بالمشاهدة للظواهر فده واحد وده علوم قسم فيزياء تخصص فلك وأرصاد بس مش بيدرس غير الرياضة وفيزياء والدراسة فيه صعبة جدا صعبة جدا ومس زي اللي هم بيقولوه لكن لما تقوله حركة كذا وكذا دي هي تأثير كيه قولك لا ما لهاش حاجة بالإنسان خالص نعم بس يا حر يا برد ومرتبطين بفصول السنة فما فيش أي توقعات تانية أخرى لا تمس لحظك ولا إلي داخلك ولا إلي خارج الخسائر بلاتك ترفيه ترفيه رغم أني ما تفضلت به الآن كثير من الأفاضل المتخصصين سواء في الجانب الدعوي أو الجانب النفسي ذكروا ذلك على عدد كبير من الفضائيات وأفرادوا لهذه مقالات طويلة جدا نعم نقرأها في مثل هذا التوقيت من كل عام وكثير من الناس اطلع عليها إلا أنه إلى الآن لا زال كثير منهم يسمع ويشاهد رغم معرفته أن هؤلاء يعني كما قال العلماء في مختلف التخصصات هؤلاء نصبين نعم لكن مهتمين جدا بقراءة من هذه الأشياء ويؤمنون بها حتى وإن لم يفصحوا عن ذلك طيب في الحقيقة هو حصل له وعي أن هو اللي بيعمله غلط نعم لكن ما سدقش اللي بيعمله غلط حصل له وعي أنه بيأتي حاجة غلط وحرام ومبيقة لكن ما حصلش عنده الممارسة لهذا الوعي منتج هذا الوعي فبالتالي هو أصلا كان محتاج أن يعالج مخاوفه وقلقه الخوف والقلق وده ليس مرتبط بفئة معينة طبعا يعني فئة الناس اللي هو أنصف المثقفين أو المثقفين أو ما إلى غير ذلك اطلاقة يعني الواحد للأسف حتى على السوشيال ميديا بيجد بعض المتابعين منهم ممكن يكون دكتور أو مدرس أو غيرها من التخصصات هو رؤساء رايد شيخ حامل ومش بس كده أزيدك وحتى لو لم يذهب إلى ناحية المرض مرض الاضطراب 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 ممكن تكون تدينة ده كمان المؤسف مش ظهورهم في مدهة التوقف كل عام ده حتى لما بتحصل مثلا انتخابات في البلد أو في غيرها من الدول أو أي أحداث سياسية بيستضيفوهم عشان خطروا لهم توقعاتهم وتنبؤاتهم اللي ما هو قاتب يعني الأمر حتى يعني بيصدفو كمحللين في هذا التخصص عارف أنت القائدة لكل ساقطت اللاقطة صحيح فهو لأنك كصانع ميديا أو موجود في المحتوى الإعلامي عارف أن الفئة دي الوجب الأدين لها تأثير على شريح معينة لها تأثير طبعا ولها تواجد ولها ترحب وقبول نعم فتلاقي فئة كبيرة جدا من الستات اللي هما مرضى مستدقية ستات بس أنا شايفينه حتى الرجالة كلا للأسف هو خلاص مش الستات بس لا هم الزكور ومش رجال حطهم مع الستات يعني كل ذكر بيمشي وراء الست في الاستماع هذا الموضوع وأنه حتى يشجح أن تتجسس وتشوف موضوعات الظنيات اللي موجودة عندها وتخرب بيتها فأنت كده محتاجة أنت لأسرة كلها مريضة ومحتاجة تتعالج من أول وجديد هل بتشوف أن مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذا التوقيت من الممكن يكون كنوع من إلهاء الناس عن مجريات الأحداث الدولية أو مجريات الأحداث في غزة أو ما إلى غير ذلك مش بشرط ولكن ممكن يستخدمها بس مش بشرط الشرط أن هي القاعدة لكل ساقطة لقطة